في بداية سلسلة Fast and Furious شوفنا عربية ممكن ناس كتير تعدى عليها عادي متسوبيشي إيكليبس موديل 95 لونها أغضر وشكلها رياضي بس مش فخمة ولا غالية بس اللي ما نعرفوش كتير إذن العربية دي كانت نقطة انطلاق لجيل كامل جيل كامل بدأ يهتم بتعديلات العربيات في الفيديو ده هنرجع وراء شوية ونشوف إزاي العربية دي تعدلت عشان تظهر بالشكل ده هنفكك التفاصيل واحدة واحدة المطور والبالي كت والجنوت وحتى اللايف ستايل اللي وراء التصميم يعني لو بتحب التعديلات أو بتحب التفاصيل أو حتى مجرد بتفكر تبدأ تعدل عربيتك فالفيديو ده ليك قبل ما نبدأ ادعمنا وانزل اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه جديد وفعل الجرس وخليك دايماً أول واحد يشوف الفيديوات الجديدة ويلا بينا نبدأ دي سيارة إيكليبس اللي هنشتغل عليها من الواضح جداً إن حالتها كويسة وكمان متركب عليها نظام تيربو كت فعلى طول أول حاجة بيبدأوا يفكوا كراس السيارة اللي وراء واللي قدام وكمان بيفتحوا شنطة العربية وبيفضوها وبيفكوا فرش أرضية العربية كلها بعد كده بيفكوا اكسدام العربية وبيبان انتركولر التيربو العملاك وهيفكوا كل وصالات التيربو اللي موجودة في الانتركولر والمحرك وهيشيل الانتركولر وبعد كده هيفك وصالات تثبيت الاكسدام الخلفي وهيشيله وكمان هيشيل نظام الاكزوست وهيشيل الوصلات المربوطة بالمحرك وكمان هيفك اوعد المحرك وهيثبته من تاح ويرفعه العربية عشان يشيل المحرك منها وده بيكون محرك المتسبيشي اكلبس الاربعة سلندر بعد كده هيبدأوا شغل في العربية اول حاجة يعملوها انهم هيفكوا باقي نظام الاكزوست بالكامل بعد كده هيبدأوا يقطعوا حوض شنطة العربية وكمان هيجيبوا الرفاري في الجديدة وهيثبتوها مكانها وده عن طريق تسخنها عشان تاخد شكل مكان التسبيت وتكون محكمة فعلى طول هيثبتوها مكانها من فوق ومن تحت بعد كده هينشروا مكان العجل الخلفي وده عشان يكون فيه مكان للعجل بعد ما العربية توطى لكن سواني عشان فيه كتعة جديدة وصلت الكتعة دي هي كبوت السيارة الكربون فايبر فعلى طول بياخدوه وبركبوه مكانه حقيقي شكله جميل جدا بعد كده بيرجعوا عشان يكملوا شغل في مكان رفاري في السيارة بيبدأوا يعلموه على مكان القطع وبيقطع الرفرف وبينسخنوا عشان يتحرك معاه بسهولة بعد كده بيجيبوا الاسبلتر وبيركبوه في الاكسدام الأمامي وبيركبوا الاكسدام تاني في العربية وبينزلوا العربية من على الوينش وبيوقفوها وده بيكون شكلها بعد كده بيبدأوا انهم يقطعوا قطع حديد ودي بيملوا بي عشواءة فراغات وبيرجع يقطع مكان العجل في الاكسدام الخلفي وبيقطع قطع من الحديد عشان يقفلوا بيها مكان العجل من فوق بعد كده بياخد القطع دي ويدهنها وبيركبها وبيلحمها وبيصد الفراغات بالمعجون وده بيكون شكلها بعد كده بيرجعوا يقطعوا في الاكسدام الخلفي وبيشيلوا نص تقريبا وبيدهنوا الحديد من جوة باللون الاسود وبيقطعوا منه جزء بعد كده بيجيبوا باب الشنطة الجديد واللي بيكون من الكربون فيبر بيقطعوا منه الجزء سوفلي وكمان شوية هقولكم ليه هنا بيعملوا تدعيمات داخل الشنطة ودي اللي هتركز عليها باب الشنطة بعد كده بيعلموا وبيحفروا باب الشنطة عشان يسبتوا له سبويلر بعد كده بيجيبوا رول كيش للسيارة وبيأكدوا على أماكن التثبيت لأن بعد كده بيخرجوا العربية وبيرفعوها على الوينش لأنها رايحة لورشة الديهان وده بيكون شكل العربية بعد الديهان حقيقي شكلها جميل ومبهر جدا وبدأ يقرب للشكل الحقيقي لكن لسه الشغل كتير على طول بتوصل قطعة جديدة ودي بتكون قطعة من نظام التيربو وبطارية جديدة وزيت المحرك وكمان استوانات النايتروس لكن أول حاجة بيعملوها إنهم بيشيلوا الجلد الإزازي القديم لأنهم هيجيبوا جديد فأول حاجة هينظفوا مكان القديم وهيدهنوا الأماكن دي قبل ما يركبوا الجديد عشان تسرجع لونها القديم وهيجيبوا الجلد الجديد ويركبوا مكانه بعد كده هيرفعوا العربية وهيدهنوا مكان الإكسدام باللون الأسود وهيركبوا الإكسدام مكانه بعد كده هيجيبوا الإزاز الخلفي وهيحطوا معجون على الفريم وهيركبوا الإزاز وكمان هيجيبوا الاسبويلر وبالدريل هيعملوله أماكن تسبيت وهيركبوا مكانه بعد كده هيرفعوا العربية وهينزلوا خزان الوقود وهيجيبوا القطعة الحديدية دي وهيركبوها مكانها ودي هيسبتوا عليها نظام التعليق فأول حاجة بيركبوا القبل لمكانه بعد كده هيجيبوا المساعدين ويركبوهم في الشاسية وهيركبوهم في الجزء الصوفلي وكمان بيركبوا باقي أجزاء نظام التعليق بعد كده هيجيبوا الريديتير وهيقصوا الفتحة بتاعته وهيلحموا الفتحة الجديدة ندخل بقى جوه السيارة أول حاجة هيفوك الشفترز القديمة وهيجيبوا فرش أرضية للسيارة وهيركبوه مكانه وده بيكون شكله وكمان بيجيبوا فرش السقف وبركبوه وكمان أقطة حول الشنطة البلاستيكية بيجيبوها وبيسبتوها مكانها ندخل بقى على المحرك أول حاجة بيشيله الانتيك وكمان بيشيله فلتر الزيت والتيربو وبيشيل الدينمو وكمان سير المجموعة بعد كده بيفك مسامير تثبيت غطى التكيهات وبيشيله وكمان بيشيل سير الطايمينج وبيفك مسامير تثبيت عمود الكمات وبيشيله وبيشيل رأس المحرك كله بعد كده بيقلب المحرك وبيفك مسامير تثبيت عمود الكرانك عشان يفك البساتم وبيشيل البساتم وكمان بيشيل عمود الكرانك طبعا بعد ما تم تنصيف كل حاجة هتم عادة تجميع المحرك اول حاجة بيركب عمود الكرانك وبيسبتوا مكانه بعد كده بيسقط السلندرات واحد وراء الثاني وبيركب عمود الكمات مكانه وبيسبتوا وبيركب بقرات عمود الكمات وبيجيب هزز المحرك بيتربوا العملاق وبيركبهم وبيبدأ انه يديف شوية زيت للمحرك وبيقفل وبيركب غطة كهات وكمان بيلون الحروف المكتوبة عليه وبيحط ستيكر على الكربون فايبر وحقيقي شكله جميل جدا بعد كده هياخدوا المحرك عشان يركبوه على السيارة بس قبل ما يعملوا كده هيركبوا الفلاي ويل وهيركبوا عليها الكلاتش وكمان هيركبوا الجير بوكس بعد كده بيجيب الانتركولر وبياخدوا وبيسبتوا مكانه وبينزل العربية على المحرك عشان يركب المحرك مكانه فبيجيبوا اوعد المحرك وبيركبوها في الشاسية بعد كده بيركبوها في المحرك وبيجيب الريديتير أول حاجة هيدخل على الأنميب الفرامل، وهيثبتها، وهيركب سيرف الفرامل مكانه، بعد كده هيركب ترمبة المياه مكانها، وهيثبت كل الأجزاء فيها، وكمان هيشيل الستيرينج راكس، وهيركب الكوبلن الأمامي، بعد كده هيجيب قطع حديدية، وهيعمل بيها قاعدة لتثبيت البطارية، وهيلحمها مكانها في العربية، وهيثبت البطارية عليها، هنرجع بقى لتركيب باية أجزاء نظام التبريد، أول حاجة هيركب الكوعة اللي في المحرك، وهيوصل خراطين بالإربة، وهنا هو بيجرب يقفل الكبوت، عشان يشوف هل بيغبط في الإربة ولا لا، وفعلاً بيكون بيغبط في الإربة، فبيبدأ إقطع في الكبوت مكان لها، وبيعمل فتحات قفل الكبوت بالمرة، وبيركب اللوكرز مكانهم، وبيقفل الكبوت، بعد كده بينزل تحت العربية، عشان يركب البولي بتاعت سير المجموعة، وبيركب الاكسدام الأمامي، تحته بيركب مباردات التيربو، بعد كده هيبدأ يشد أسلاك الكهرباء جوة العربية، ودي هتكون أسلاك للسماعات، بيجيب الأول نزام صوت، بعد كده بيجيب قطعة من الخشب، عشان يشكل بيها مكان لتثبيت السماعات، بيأخذ المقاسات، وبيقطع كزا قطعة، وبيركبهم في بعض، وبيجيب قطعة قماش، وبيغلف الخشب بيه، وده بيكون شكلها، بعد كده بيجيب الفايبر جلاس، وبيضيفه على القماش من الخارج، عشان الطبقة الخارجية تكون صلبة، وبيسيبها لحد ما تجف، وبيتهنها باللون الأخضر، وده بيكون شكلها، بعد كده بيجيب قطعة من القماش بيحطها جواها، وبيجيب السماعات عشان يركبها، وبيأخذها وبيركبها كلها جوة العربية، وده بيكون شكلها النهائي، وطبعا بيجيب باية عدد الصوت، وبيبدأ إنه يركب السماعات الموجودة في الباب، وبيجيب شاشة جديدة، وبيركب الأسلاك بتاعتها، وبيركبها مكانها، بعد كده بيجيب عصاية الغيارات والهند بريك، في البداية بيشد وصالات الغيارات، وبيركبهم في المحرك، وبيركب مكان للتثبيت عصاية الغيارات، وبيركبها مكانها، وكمان بيركب الهند بريك، وده بيكون شكلها، بعد كده بيجيب الكونسول الوسطي، وبيطع منه جزء عشان عصاية الغيارات تدخل مكانها، وده شكل الكونسول بعد التركيب، ودلوقتي بيجرب السماعات وبتكون شغالة كويس بعد كده بيروح لانظام الفرابل اول حاجة بيفك تنابير الفرامل قديمة وبيجيب طائم جديد معدل وده بيكون اكبر الاول بيركب فيهم مسامير التزبيت وبيركبهم مكانهم وبيركب عليهم الكاليبر وطبعا لازم يركب التيل وبعد كده بيثبت مسامير الكاليبر وبعد كده بيديف زيز الفرامل وبيبدأ ان يخرج الهوى من الفرامل بعد كده بيجيب انابيب الفاكيوم وبيقطعهم عشان يعمل توصيلات لانظام التيربو فبيبدأ ان يوصل انابيب بالانتركولر بعد كده بيخرم مكان حساس الاكساست وبيلحم كتعة القلوز بتاعته وبياخده بيمدده تحت العربية عشان يركبه في خارج التيربو وبيكمل نظام الاكساست بعد كده بيجيب مريات السيارة وبيخرم مكانها في الكربون فايبر وبيركب المريات وبيسبتها وده بيكون شكلها النهائي بعد كده بيجمع كل الكابلات الكهربائية وبيركبهم في العربية وبيركب كويلات الاشعال وبيوصلهم بالكابلات وده بيكون شكلهم بعد كده بيجيب رشاشات البنزين وده بتكون جديدة ومخصوصة للسيارات المعدلة بياخدها وبيركبها مكانها وكمان بيجيب الانتيك وبيعمل فيه فتحة عشان يركب فيه الحساس وبياخده وبيركبه في المحرك وبيبدأ يعبي مياه التبريد بعد كده بيجيب قطعة من البلاستيك وبيقصها وبيركبها على جنب حوض المطور وبيعمل فيها فتحة وبيعد منها فلتر الهواء وده بتكون عشان الانتيك بعد كده بيسبد كل حاجة مكانها وده بيكون شكلها النهائي بعد كده بيركب بقى الخرطيم استعدادا عشان يشغلوا المحرك وبيقربوا يشغلوه وبيشتغل من اول مرة بعد كده بيطلبوا جنود جديدة للعربية وده بيكون شكلها على طول بياخدوها عشان يركبوها وطبعا مع تركيب كوتشات سيمي سليك وده مخصوص لسيارات الحلبات والسباءات وده بيكون شكل الجنود والكوتشات بعد تركيب حقيقية شكلها جميل جدا بعد كده بيبدأوا يلمعوا العربية كويس جدا وده استعدادا عشان يلزقوا الاستيكرات فبيبدأوا بعد كده يطبعوا كل الاستيكرات اللي يحتاجوها وبيركبوا اول استيكر على الكبوت الكربون فايبر وبرضه الاستيكرات اللي على الرفاري في الجانبية وكمان الاستيكر الكبير وده بيكون الشكل النهائي بعد الاستيكرات حقيقة العربية شكلها بقى جميل جدا بعد كده هيجيب اوعد تسبيل الكرسي وهيركب عليه الكرسي وهيعمل كده برضه في الكرسي التاني وبياخدهم وبيثبتهم جوا العربية وده بيكون شكل اول كرسي بعد التركيب بعد كده بيجيب احزمة الامان وبيثبتها في الرولكيج عشان يكونوا محكمين جدا وكمان بيركبوا الكرسي التاني وده بيكون الشكل النهائي بعد تركيب الكراسي وأحزمة الأمان كمان بيشيلوا طارة الكرادة القديمة وده عشان هيركبوا طارة سباركو جديدة بعد كده هندخل على المطعة الكبيرة تركيب نظام النايتروس أول حاجة بيشدوا الأسلاك الكاربية وبيجيبوا استوانات النايتروس وبيبدأوا أنهم يجمعوها وبيكونوا اثنين وبيجيبوا حوامل ليهم بعد كده بيأملوا قطع خشبية وبيلزقوا عليها قطع من القماش وبيركبوا عليها كل قطع نظام النايتروس وبيركبوا حوامل الاستوانات وبيجيبوا الاستوانات وبيسبتوها مكانها بعد كده بيأملوا فتحها في الرفرة في الخلفي ودي بتكون فتحة تزويد الوقود بعد كده بيجيبوا البنبر الخلفي وبيعملولوا له قطع من المعدن ودي عشان يتسبت منها بعد كده بيدهنوا باللون الأسود وبياخدوه بيسبتوه مكانه وده بيكون شكله النهائي وكمان بيجيبوا استيكر أسود وبيلزقوه على الزجاج الأمامي نرجع بقى لشنطة العربية وهنا بياخد أبعاد عشان هيعمل لها ديزاين وبيعمل قطعة وبيقطع على السين سي وبياخدها وبيديهنها باللون الأسود وبيزود عليها قطعة من البلاستيك عشان تدي شكل جميل وبيسبتها في شنطة العربية وكمان بيجيب بار خلفي لتدعيم الشنطة وبيسبتو مكانه وبرضه بيجيب أوائد حديدية وبيقصها وبيحطها تحت الدواسات كمان بيجيب أشريطة لد وبيسبتها تحت العربية ودي اللي هتزوي الجمال العربية وبكده بيكون تعديل العربية الكامل خلص فبياخدوا العربية وبيطلعوا بيها برا حقيقة شكلها جميل جدا أكيد دلوقتي كلنا بنتمنى إن العربية دي تكون منحظنا وبكده يكون فيديو تعديلات النهاردة خلص التعديل ده بالنسبة لي هو تعديل آيكوني فلو الفيديو عجبك انزل اعمل لايك ولو لسه مشتركتش فكون واحد بيننا واستنونا في فيديوهات كتير من أجمل وأغرب التعديلات هسيبكم تتفرجوا شوية على نتيجة الجميلة دي أشوفكم الفيديو اللي جاي سلام